يعني هنا مقدرش اقول انه في رفرنس كان في زهن خالد الصاوي هي كان فيه تركيبات كتير رفرنس تقصد دي انه انا بقى شاية فيلمي مثلا ده انا بقى بص انا بالنسبة لما حد بيعمل كهو قدامي انا بدايق منه بشكل يعني لما يحس بدايق المستوى انه احنا مشتغلين صحين نقلد برا ونخطف منه نتعلم اه بس نتعلم دي بس انا النهاردة التعليم بتكلم فينا عملية رايح جاي اتعلم واعلم واعلم اتعلم وحط بصمة بيقول للمدرس حتى لو تدخل على بتاعبت ده انت بتعلم منهم مش بس بتعلمهم وتبان قوي مع المتحدة الاعاقة وبتاع انت حتى تدرس له مش تصدد حتى وبالذات اللي هي الاعاقة الزينية التنسل الفامر انت حتتعلم منه مش بس تعلمه هتتعلم منه لو مش عارف تتعلم منه انت ما تصلحش اللي مش عارف هيك ويدي النهاردة مع الحياة يروح اخذول مفعش فلازم تبقى انت شايف انه هتاخد ايه وحتدي ايه هي دي الحياة هي دي التواصل ده فانا لما حد يجي يقول لي عدي ريفرنس للفيلم من فيلم اجنبي اقعد زمزق شوية بس اتفرق وبعدين اشوف او عامل ايه في التناول لانه احنا عندنا برضو جزء من الشخصات المصرية اصيل ان احنا ناخد الحاجة بتاع برا وانا انا بطريقتها فالبيتزا تقلب فطير هنا والفم والفراخ المحبرة تقلب متاعها والسوشي يقلب مقلي وحاجات كده لان دي طريقتك حالو ألاقيه ما عملش البصمة وخد الغاربي زي ما هو او بتاع الداي حس اننا صح كده ما العلامة احنا كده اللي هترفع عالم ولا يعني لو ما عملناش انجازات جوم اهنتنا لا المجتمع حيحترمنا ولا الدولة هتقدرنا ولا التاريخ حيديلنا احنا ما اخدناهش ولا العلام حس بنا ولا انت بالتالي هتروح مبسوط بق إلا لو المسألة بتاعت المتنقدات اللي تبقى جوة شخصية هيمثلها خالد الصوت هرجع بيها الورى قبل الفيل اللازرق وبرضو مع مروان حامد كان في عمرت يعقبيان فوانت بتقوم بهذا الدور بالتأكيد فيه التنقدات الكتير اللي موجودة عند هذا الشخص ومسألة النوع ده من الشخصيات هو تم تكسيده قبل كده في السينما المصرية بس كان بيتم التكسيد على استحياء يعني يحصل تلميثها من بعيد وما كانش يبقى شخصية محورية رئيسية جوه العمل ولما خلد الصاوي عمل ده في المرحلة اللي قلتلي دي كانت مرحلة تحققي بجد يا عمرت يا عقبيان عرفت ان انا كده جامد لما الناس قالت لما الناس قالت لكن ما كانش فيه تردد عند خلد الصور لا 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 مش انا حاجرت لك الـ background انا جاي منين ده بقولك قذيفة ومتجرة لدرجة ان انا يعني فيه ناس كلمتني قالت لي ايه اللي حاجرتك تعمل اصحابي وميحبوني لا اخرب بيتك انت درس تطلع دلوقتي وبومنج وبتاع انت بترقع انت تشلت من فيلم قدامي عشان وفاتها العبارة يا عبارة يا عبارة ياه اه فكانت النتيجة ان انا رحت اعمل بلوك الزحب ده عشان مش عايز اضعف مش عايز يقولي الكلام من ده تاني مش عاوز حد يقصر علي وخاف علي وانا هرجع فك البلوك بعد ما اغلص الفيلم بس في الوقت ده مش عايز مش عاوز مؤسس قالولي ده هيشتمونك في الشوارع وبتاع حتى حط عصايا بقى في العربية بس فاللي يقولي كده هروحها في التريفون لغات بروح تقعد كلامة اوه وامي قلت له بعمل الدول فلان دول بقى الاتنين المحورين بالنسبالي اكتي باخد رعياء على طول طبعا وبحبها جدا في علاقتها بيا كمان يعني ده اول فان ليه اول ضحكة في المصرح هي عشان عارفة الافي لسا حييجي هي فهمت ان انا بحضر بحاجة فأفهم قصلي بس ابو يا امي مش هينفع ان انا عمل لهم مصيبة يعني يبقى باشي الراجل محامي وباشي في فصل القضاءة فاقولوله ابنك ايه اللي بيعمله ده بس او امي في وسط يعني منفعش فامي كان انت قارت الرعياء ابو يا فاهم الحكاية بالتكبير فلاقيتهم كلامه بايه ابني وانت هتعمل مشاهدك يعني وطوله اكيد مش هعمل كده وفي ازاي هتعمل مش هتعمل في مصر كده يعني مين مصر هيعمل كده جوه مصر وانا كخالد يعني هعملها ازاي يعني هضرابه فوق يعني مش هتف فقالوا تو خلاص هعمل الانت هايقوله عليك ايه يعني وقد حلاجاتت اكيد اه تكره الله ده خلاني وقتوله شكرا انا في البيت قفل التليفونت كلمونا على البيت ده مش عايز بقى حد شوشارلي دماغي وخلاص يعني هي دي بقى يبقى ما بحيبش عامل المثل ده بس يعني ما معناها يعني يا صابت اتنين قرر انها يعني خلاص بقى يعني يا اه يتعاقق كل الكل او لسه على الاطلاق وكان عمرتي عقبية حد الله وكسر الدنيا كان عمرتي العادة ليه بقى الفضل في ده الاساسي المين المراول حامل للزاوية اللي بيقول لك عليها يعني هو قال لي عادة نقول الدول ده في الهيستري بتاعنا في مصر في الافلام ومتال قال لي مش كلم كله وقتينه بديين بيه بانه شازق او منحرف او مثلي او يعني من هو فلان فلان هو كذا ثم قال لي لا قال لي من هو فوقتون انت شافوا من هو طيب قال لي حتى بن رشيد هو شخص صحفي نجا كذا كذا وفين لما وصلنا ومثلي اه فلاقيت رصة جديدة جدا زاوية نظر جديدة شابة قلتوني ما في حاجات مش خاملها خالص قال لي قلتوني مش عموسه بس ممكن نضعه بموش قال لي قال لي بيلا لك حابة كده قلتوني لا ولا الحاجات اللي شابة يا نطلع مثلا من من بنستمت السجارة قلتوني فش كا قال لا طبعا منمين لا لكن لا لقم الهبل ده قلتلق طب ما ايه انت عايز تعمل يا ابنة بالشام قال لي كل حاجة نستقوم مقتال بس يعني يوميه انا سلمت ها أنا هنش عورك خاصة ده ايه انا تصنيف المخرجين مخرجين عندهم رؤية ودول بنمشي عوراو واحنا مغمضين بعد ما نتأكد من ان هو ده اقامه رؤية بنمشي عوراو ومخرجياً بناكل معه ماشا على راسنا وفقوق بس بقدي عمرتي عقبيان وسنة نجاح في منزل